مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب يا العزاء يصر قسم الرياضيات في مدرس الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا بعنوان كتابة المقادير العددية أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يكتب مقادير عددية بسيطة توضح العمليات الحسابية على الأعداد بصورة صحيحة ثانيا أن يحل مسائل حياتية تتضمن المقادير العددية بشكل صحيح فبسم الله نبدأ بداية أحبتي الطلاب سوف نتذكر ما تعلمناه في الحصات الماضية استعمل ترتيب العمليات لإيجاد قيمة هذا المقدار أحب الطلاب أولا سوف نقوم بترتيب العمليات الحسابية وفقا للأقواس وتذكروا هنا أن الأقواس نبدأ بالأقواس الداخلية ثم الأقواس الخارجية ثانيا نقوم بالضرب والقسمة اتداء من اليسار إلى اليمين ثم الجمع والطرح أيضا من اليسار إلى هيا أحبة الطلاب فلنبدأ أولا بالأقواس الداخلية أربع ضرب ستة كم يساوي أحبائي؟ يساوي أربعة وعشرون أحسنتم الآن انتقلنا إلى القوس الخارجي الآن يحتوي على أربعة وعشرين زائد ستة كم يساوي أحسنتم يساوي ثلاثين لاحظ أن التقسيم ستة هنا نزلت في كل مسألة أحبة في كل خطوة نزلت تقسيم ستة لا تتغير آخر خطوة الآن أحبة طلاب ثلاثين تقسيم ستة كم يساوي؟ يساوي خمسة إذن هذا هو ناتج العمليات في هذا المقدار سؤال حلو شارك أحبة طلاب صفحة 301 تبع ما يحب الطلاب يضع خباز 12 كعكة في كل علبة اشترى راشد خمس علب من أجل توزيعها في حفل مدرسي وثلاثة ونصف علبة ليهديها لأهله السؤال اكتب مقدارا عدديا يبين العمليات الحسابية التي يمكنك استعمالها لإيجاد عدد الكعكات التي اشتراها راشد لحظة حب الطلاب هذه العلبة التي تحتوي على 12 كعكة الآن سوف نقوم بالإجابة عن الأسئلة التالية سؤال الأول كم عدد الكعكات التي يضعها الخباز في كل علبة؟ كم؟ أحسنتم 12 كعكة السؤال الثاني كم عدد العلب التي اشتراها راشد لكي يوزوها في المدرسة؟ كم حب الطلاب؟ خمس علب أحسنتم السؤال الثالث كم عدد العلب التي اشتراها راشد لأهله؟ كم؟ ثلاثة ونصف علبة الآن ما هو المطلوب حب الطلاب؟ المطلوب كتابة مقدار العدديا يبين العمليات الحسابية لإيجاد عدد الكعكات التي اشتراها راشد إذن أحب الطلاب يمكن كتابة مقدار عددي لنمذج هذه المسألة لاحظوا هنا أحب الطلاب هذه العلبة التي تحتوي على 12 كعكة الآن طريقة الحل نقوم بكتابة أحب الطلاب 12 لأن كل علبة تحتوي 12 والآن سوف نقوم بجمع عدد العلب داخل القوس كم علبة الآن اشترا؟ اشترا خمسة علب ثم اشترا كم حب الطلاب؟ ثلاثة ونصف إذن هنا نقوم بتجميع عدد العلب ونضربها في العدد 12 الآن لحل هذه المسألة نقوم بحل ما داخل القوس وهو خمسة زائد ثلاثة ونصف كم أحب الطلاب؟ أحسنتم يساوي 8.5 ونضربها في العدد 12 هنا أحب الطلاب رح تضع في مشكلة كيف نقوم بعملية الضرب؟ يلا نخذها هيك على جنب أحب الطلاب وننطلق إلى الضرب العمودي هنا لاحظوا أحب الطلاب قمنا بكتابة ثمانية ونصف كتبناها على سورة خمسة وثمانين حدثنا الفاصلة نعيدها في الناتج أحب الطلاب وضرب اثنى عشر يلا حب الطلاب اثنان ضرب خمسة كم بيساوي؟ يساوي عشرة هيا فينا تذكر معا نضع هنا صفر وباليد واحد ثم اثنان ضرب ثمانية كم بيساوي؟ يساوي ستة عشر وواحد يساوي سبعة عشر إذن هذا الخطوة الأولى ثم نقوم بوضع صفر هنا ونضرب واحد ضرب خمسة وثمانين يكون الناتج خمسة وثمانين بعد إضافة الصفر في النهاية نقوم بعملية الجمع صفر زائد صفر صفر سبعة زائد خمسة اثنى عشر نضع هنا الواحد واحد باليد وواحد اثنان زائد ثمانية يساوي عشرة إذن الناتج كم حب الطلاب؟ ألف وعشرون الآن نرجع الفاصلة هنا رجعها هنا إذن ليسمح الناتج كم حب الطلاب؟ يساوي مئة واثنان من الكعك إذن عدد الكعكات التي اشتراها راشد هي مئة واثنان انظر مجدداً أحب الطلاب اكتب مقداراً عددياً مختلفاً لنمذجة ما اشتراه راشد أوجد قيمة كلا المقدارين للتأكد من أنهما متكافئان كم كعكة اشتراه راشد؟ في النتيجة السابقة توصلنا إلى هذا الحل الآن المقدار المكافئ الثاني بطريقة أخرى من خلال عملية التوزيع أي نقوم بضرب 12 ضرب 5 ثم نجمع 12 ضرب 3 ونصف هي عدد العلب الآن عندها نقوم بالحل من خلال فك الأقواس من اليسار إلى اليمين 12 ضرب 5 يعطي الناتج كم 60 أحب الطلاب و 12 ضرب 3 ونصف يمكن حلها باستقدام خوارزمية الضرب ليعطي الناتج 42 ونقوم بعملية الجمع ليعطي الناتج 102 لحظة أحب الطلاب النتيجتان متساويتان إذن كلا المقدارين هنا أحب الطلاب متكافئان إذن اشتراه راشد 102 كعكة السؤال الأساسي في هذا الدرس كيف يمكنك كتابة مقدار عددي لتعبر عن العمليات الحسابية؟ لحظة أحبتي هذا المثال هذا هو بارع المسرح يحتوي مسرح على 546 مقعدا في الوسط هذا هو الوسط وبالإضافة 102 من المقاعد على الجانبين اليمين أو الأيمن والأيسر أقامت إدارة المسرح أربع عروض مسرحية إذا علمنا أن كل المقاعد امتلأت في العروض الأربعة أكتب مقدارا عدديا يبين العمليات الحسابية التي يمكنك استعمالها لإيجاد عدد التذاكر المبيع أحب الطلاب فكر في الطريقة التي تستعملها لحساب العدد الكل للتذاكر هيا بنا أحب الطلاب الآن نقوم بعملية الجمع نجمع الآن عدد المقاعد المقاعد وهي 102 في كل الجانبان بالإضافة إلى 546 في الوسط هنا نقوم بعملية الجمع نكتبها بهذا الطريق أحب الطلاب ثم نقوم بالضرب في أربعة ويمكن التعبير عن ذلك من خلال أربعة ضرب 546 زائد 102 فقط الآن أحب الطلاب هنا يريد في هذه الأسئلة نكتب هذا المقدار إذن هذا المقدار عددي وقد قمنا بكتابته في أسئلة أخرى يمكن إيجاد المجموع الكلي ونقوم بإيجاد الناتج من خلال الضرب والجمع والوصول إلى الناتج النهائي عبر عن فهمك أحب الطلاب ثانيا صفحة 303 وضح كيف تستعمل خاصية لكتابة مقدار مكافئ للمقدار التالي 9 ضرب ما داخل القوس 7 زائد 44 هل يمكنك استعمال خاصية مختلفة لكتابة مقدار مكافئ آخر؟ وضح إجابتك نعم يمكن هنا إعادة توزيع الضرب على القوس من خلال خاصية التوزيع لاحظوا هنا أحب الطلاب يمكن كتابة 9 ضرب 7 ونضحها في قوس لوحدها ثم نجمع لها 9 ونضربها في العدد الثاني وهو الأربعة واربعين لاحظوا هذه أحب الطلاب مقدارين متكافئين 9 ضرب نفتح القوس 7 زائد 44 هي نفسها 9 ضرب 7 داخل القوس زائد 9 ضرب 44 نحفظوها جيدا أحب الطلاب الآن وصلنا إلى طبق فهماك صفحة 303 في التمارين من 3 إلى 6 أكتب مقدارا عدديا لكل عملية حسابية بركز هنا أحب الطلاب أن هذا الدرس كيف نقوم بإنشاء مقدار عددي ما بدنا النتائج فقط كيف نقوم بإنشاء المقدار الآن سؤال رقم ثلاثة مطلوب مننا اجمع 8 و 7 ثم اضرب في العدد كم أحب الطلاب في العدد 2 إذن هذا الحل أحب الطلاب 8 زائد 7 نضحهم بين أقواس ثم الخطوة التالية نقوم بالضرب في اثنان هاي ضربنا في اثنان إذن هذا هو الحل فقط الآن شوف رقم أربعة أوجد ثلاثة أضعاف ثلاثة أضعاف ناتج طرح الآن نبدأ هنا من هنا نبدأ الطرح ثم نقوم بكتاب الثلاث أضعاف طيب ثلاث أضعاف أي ثلاثة ضرب رح تكون نحب الطلاب هاي ثلاث ضرب نفتح الأقواس ونجري عملية الطرح ما بين العددان ناخد الكبير ناقص الصغير 44.75% ناقص 22.8 ونسكر القوس هيك بنكون وصلنا للحل إذن هذا هو بارعا المقدار العددي الآن خمسة وستة أحبوا الطلاب قم بإيقاف الفيديو حل التمرينين ثم عود لمقارنة النتيجة أحب الطلاب لابد أنكم توصلتم إلى النتائج التالية في المثال رقم خمسة أضرب خمسة في هذا الكسر ثم أضف الآن من أولى أحب الطلاب في الأول أو البداية نقوم بعملية الضرب ثم نقوم بعملية الجمع بدي أنوه لشغله هنا أحب الطلاب هنا لو وضعنا أقواس أو لم نضع أقواس كلاهما نفس النتيجة لماذا؟ لأننا عند وجود الضرب والجمع هنا نبدأ بالضرب والضرب هنا موجود على اليسار لذلك وجود الأقواس وعدمها واحد طالب الذي يضع أقواس حلك صحيح ما في مشكلة وحلهم بطلع أمورك طيب إن شاء الله في المثال رقم ستة أضف تسعة وأربعون إلى ناتج قسمة إذن لاحظ إيش بدنا نعمل أيوة نقوم بالجمع تسعة وأربعين زائد مثل ما بتقرأ أكتب أي أضف تسعة وأربعين نضف إلى أكم ناتج القسمة قسمة مئة وخمسة وعشرين على خمسة أي تقسيم خمسة ركزوا في أحبة الطلاب مع التمرين إن شاء الله بتكون أموركم أفضل في تدرب مستقل لحبة الطلاب صفحة ثلاثماء وثلاثة أيضا سوف نكتب مقدارا عديا لكل عملية حسابية نفس المبدأ حبة الطلاب قم بإيقاف الفيديو ثم حل هذه التمرين وعد لمقارنة النتائج هيا حبة الطلاب في المثال رقم سبعة إجمع واحد وتسعين ومئة وتسعة وعشرون وستة عشر ثم نقسم إذن في البداية سوف نقوم بعملية الجمع ونضعها في قوسين أي أحسنتم ثم نقسم على أربعة واربعين فقط إذن هذا هو الناتج ثمانية أوجد ثمانية ونصف أضعاف شاء نضعف حبة الطلاب يعني ضرب أحسنتم إذن سوف نقوم بعملية الضرب ثمانية ونصف ضرب ثم نطرح ما بين السبعة وسبعين نطرح منها ثلاثة عشر في المثال الرقم تسعة اطرح خمسة وخمسين من ناتج جمع إذن نبدأ هنا حبة طلاب خمسة وخمسين نطرحها من كم من إذن هنا ركز معي إذن سوف نقوم في الجمع في البداية ثم نطرح منها كم خمسة وخمسين هاي ممكن الطلاب يتخربط فيها لكن بدأ شوي التركيز أمورك بصير ممتاز في المثال رقم عشرة اضرب اثنان على ثلاثة في اثنان وكم واربعين ثم اضرب الناتج في عشرة هنا مسألة ضرب أحبة طلاب نقوم بالضرب أولا الكسر في اثنين واربعين ثم نضرب الناتج في عشرة إذن هنا الأقواس أحبة طلاب صلنا للواجب المنزل حبة طلاب حل تمارين واحد واثنان واربع من الكتاب صفحة ثلاثماء وخمسة بالإضافة إلى حل الواجب الالكتروني على موقع المدرسة نهاية درسنا لهذا اليوم دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا